بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بسان والكرة مباشرة إلى أخبار اليوم بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا أشهدت صحيفة الكوريير دولوسبور بالبداية القوية للدول الجزائري إسماعيل بن ناصر في فترة التحضير حيث قدم مستوى جيد ضد ناديب بروسستو بن ناصر كان قد افتتح عدد فريقه من الأهداف بتستيد يسرى قوية وافتتح معه موسم التحضيرات كله على أمل أن يقدم عفوا المستوى كبير كالذي قدمه في بداية الموسم الماضي ويقود ميلان لبداية قوية قالت تقارير إنجليزية اليوم نقلا عن مصادر فرنسية أن نادي ليتس الناشط في البريمير ليك والذي يدربه الأرجنتين مارسيلو بيلسا يرغب في تعاقد مع الدولي الجزائري ولعب نادي ماتس فريد بولايا التقارير الإنجليزية قالت أن المفاوضات قد انطلقت فعلا بين الناديين وأن الاتفاق ربما يحصل في أي وقت مع الإشارة إلى رغبك إلى رغبة بولايا الكبيرة في تغيير الأجواء وإذا كانت المصادر الفرنسية قد كشفت أن سعر اللاعب هو 4.5 مليون أورو فإن ناظرته الإنجليزية قالت أنه رقم كبير للاعب تبقى عام واحد فقط من عقده وإدارة ليتس لن تدفع هذا الرقم وستتفاوض لأجل تخفيضه إدارة ليتس لن تكون الوحيدة الرغبة في ضن بولايا ذات المصادر قالت أن نادي إيطالي وصف بالجيد ونادي إسباني أيضا يريد أن التعاقد مع الجزائري لكن من دون أن يتم الكشف عنهما عدم صفر بولايا للتربص فريقه المقام حاليا في هولندا أعاده ليواجهه وبقوة ليتس ونادي إيطالي وآخر إسباني اليوم وران ونادي إسباني في اليومين الماضيين وربما نرى أندي أخرى ترتبط به في الأسبوع المقبل لغاية الفصل في مستقبله بعد فينيسيا ها هو نادي جديد لكن إسباني يدخل على خط التسابق من أجل الحصول على خدمات الدولي الجزائري ولاعب نابولي آدم وناس وهو نادي ريال بيتيس النادي السابق للجزائري عيسى ماندي تقارير فرنسية كشفت أن إدارة ريال بيتيس قدمت بالفعل عرضا لشراء عقد الجزائري بلغ 7 ملايين أورو لكن من دون أن تكشف ما إذا كان العرض قد لقي القبول أم لا ولو أن التلميحات بقوته كانت كبيرة في ذات سياق قالت تقارير إيطالية اليوم أن إدارة نابولي تبحث عن مخرج للاعبها الجزائري آدم وناس حتى أنها قامت باقتراحه على إدارة نادي سامدوريا ورئيسه ماسيمو فريرو موقع سامب نيوز 24 قال أنه ورغم وجود نية تسهيل انتقال إلا أن الحديث عنه الناس في سامدوريا مبكر جدا لعاملين مهمين وهما سعر اللاعب وأيضا المنافس الكبير عليه بما أنه مطلوب بقوة من عدة أنديا صحفة سامب رغم ذلك قالت أنه الناس اسم مغرن جدا وسيكون ملائم جدا لخطة المدرب دافيرسا كما أن اقتراحه من طرف ديلاورانتس شخصيا على فريرو ربما يعني تسهيل رحيله تعاقد نادي ليون الفرنسي مع المدافع الجزائري الشاب سوفيان كولا سوفيان كولا صاحب 19 سنة فقط تمكن من إقناع إدارة ومدرب ليون في فترة التجارب التي خاضها عفوا مع الفريق في آخر شهرين كولا تعاقد بنظام الإعارة لمدة موسم واحد قادما من نادي بورج بيرونا سيحاول فيه إقناع إدارة ليون بالتوقيع معه بعق طويل الأمد وقد بدأ رحلة الإقناع فعلا بمشاركته في لقاء في البارونش الذي جرى يوم أمس يبدو أن الرغبة الكبيرة في بيع لعب الخضر سوفيان فيجولي من طرف إدارة ومدرب غالطة سراي قد خفت ويمكن أن تختفي أصلا في حال قدوم لاعب الخضر الآخر ونادي ليستر سيتي رشيد غزال موقع تاكفيم التركي الشهير محليا ألمح إلى أن فيجولي يلعب دورا كبيرا في المفاوضات الجارية حاليا بين غزال وإدارة غالطة سراي والمكافأة ربما في حال نجاح السفقة هي بقاء صوفيان الموقع السابق قال أن فيجولي وغزال يلعبان في نفس المركز وهو الجناح الأيمن لكن بقدوم غزال فيجولي سيوضع في محور الوسط أو كصانع ألعاب كما فعل حين كان يغيب المغربي يونس بالحندا فيجولي وغزال في فريق واحد سيكون أمرا رائع أدل الدولي الجزائري هيلال عربي سوداني بتصريحات لأحد الموقع الكرواتية تكلم فيها عن الأخبار الأخيرة التي ربطته بنادي ضمك كما تكلم عن إمكانية لعبه مجددا لنادي ديناموز عقراب هيلال اعترف أنه يملك الكثير من العروض لكنه رفض الكشف عنها مشيرا إلى أنه سيفصل في مستقبله حين أفوا يصله الأرض الجيد ومؤكدا أنه قد ينتقل في أي لحظة سواء اليوم أو في اليوم الأخير للميركاتو الصيفي هيلال تكلم أيضا عن إمكانية عودته للعب لنادي ديناموز عقراب وكشف أنه تفاوض حقا مع إدارة النادي لكنه في مقابل ذلك اعترف بصعوبة المعمورية حيث أكد أن الدينامو يضم لعب مميزين في مكانه وربما أحسن منه استأنف الدور الجزائري نوف الخاص في تدريباته مع نديه البرتغالي تونديلا بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي كان قد أصيب به منذ أيام ودخل بسببه حجرا قصريا نوفل سيعمل الآن على استعادة قدراته ليس فقط بسبب غيابه بسبب كورونا ولكن أيضا بسبب الإقاف حيث لم يتدرب الدور الجزائري سوى ليومين في آخر أربع أشهر بسبب العقوبة الخبر الأخير سيكون عن رشيد غزال من ساعم أخبار غزال يمكنه إقاف الفيديو لغاية هنا المهم ما زالت أخبار انتقال رشيد غزال لنادي غالة الصراي تتساقط كالمطر حتى أن البعض أكد أن الاتفاق قد تم فعلا الصحفة التركية قالت أن الاتفاق بين غزال وبين إدارة غالة الصراي قد تم حيث وافق الجزائري على راتب سنوي وقدره 2.7 مليون أورو أي بزيادة 200 ألف أورو عن راتب بيزيكتاس وأيضا 650 ألف أورو كمكافأة طيلة الموسم إدارة غالة صراي أنهت أيضا اتفاقها مع إدارة ليستر سيتي واستغلت تردد إدارة بيزيكتاس حيث قدمت 5 ملايين أورو كاش ودفعة واحدة أيضا وليس أقصاد كما رغبت إدارة بيزيكتاس المهم الصحافة التركية تجمع على أن غزال أنهت اتفاقه مع غالة صراي ووكيل أعمالي سيكون حاضرا صهرت غدل 2 لأجل حسم الأمور لكن يبقى كل شيء وارد لأن مسجس الغزال كما أصبحتم ترسمونه فيه الكثير من الإثارة والجديد اليومي إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى المصادر في صندوق الوصف أفوا لمن يريد التعمق في أخبار اليوم أو التأكد منها إن شاء الله سيتجدد لقاءنا يوم الثلاثة المقبل ثاني أيام عيد الأضحى فعيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أودعكم لنهار اليوم وأضرب لكم معيدا مقبلا إن شاء الله في عدد جديد ابقوا أوفي أهل القناة وواصلوا دعمنا السلام عليكم